اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بحث اليوم حول الناهي عن وصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه الله سبحانه وتعالى له أوصاف هذه الأوصاف ذكرها في القرآن الكريم وجاءت في السنة المطحرة فنحن يجوز لنا أن نصف الله بما وصف به نفسه الله وصف نفسه بالخالق بالرازق بالعليم بالقدير إلى سائر الأسماء الحسنة والرسول صلى الله عليه وآله أيضا بيّن مجموعة من الأوصاف وكذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام فيجوز لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات وأن ندعوه بتلك الصفات مثلا نقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أما الأوصاف التي لم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها ولم ترد على لسان المعصومين عليهم الصلاة والسلام فلا يجوز أن نصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات مثلا البعض ابتدع هذه الصفة المبتهج المبتهج هكذا بأذهانهم السقيمة قالوا بأن الله سبحانه وتعالى مبتهج وفرح بأنه هو الخالق هو الرازق هو الراب وهذا مما لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولذلك كان من المحرم أن نصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف طبعا هناك بحث آخر وهو أنه قد يراد وصف الشيء وقد يراد الإخبار عن الشيء والإخبار عن الشيء يختلف عن وصف الشيء مثلا الرسول صلى الله عليه وآله خاطبهم خاطب أصحابه بأنه خليفتي خاصف النعل وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام كان يرقع نعله قال خليفتكم خاصف النعل هذا إخبار عن حالة وليس وصف لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون حينما الله يقول أم نحن الزارعون هنا لا يريد أن يصف نفسه بأنه زارع وإنما يريد أن يخبر بأن هذا الزارع إنما هو بإرادة من الله سبحانه وتعالى لذلك لا يجوز خطاب الله سبحانه وتعالى بأن نقول يا زارع مع أن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم ولكن لم ترد بعنوان الوصف وإنما بعنوان الإخبار الإخبار بأن هذا النبات إنما هو بفعل الله سبحانه وتعالى وليس بأفعالكم الله هو الذي خلق الحب هو الذي خلق النوا إن الله فالق الحب والنوا والله خلق التراب والله خلق الشامس خلق الماء والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل مادة الحياة النباتية في هذه البذرة ففي الحقيقة الفعل مستند إليه الزرع مستند إلى الله سبحانه وتعالى وإنما أنتم في الظاهر تزرعون وإلا الزرع الحقيقي هو فعل لله سبحانه وتعالى هنا إخبار عن أن هذا الفعل إنما هو بإرادة من الله سبحانه وتعالى ولا يراد به وصف الله سبحانه وتعالى بذلك إذا نريد أن نمثل مثال عرفي مثلا أنت مرة تخاطب شخصا وتجعل له وصفا هذا الرجل العالم هذا وصف وقد تكرر هذا الوصف ذهبنا إلى العالم رأينا العالم مثلا سألنا العالم أجابنا العالم وهكذا مرة مثلا ترى رجلا حاملا شيئا تقول هذا الحامل لهذا الشيء هنا لا تريد أن تصفه بهذا الوصف وإنما تخبر عن حاله إذن نحن إذا جئنا وقلنا يا زارع هذا لا يجوز أما إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت الزرع هذا لا بأس به وقد نطق به القرآن الكريم وهذه هي الحقيقة ولذلك مثلا المتكلمون لهم كلمة يستعملونها حول الله سبحانه وتعالى وهي كلمة واجب الوجود عندما يقولون واجب الوجود لا يريدون وصف الله سبحانه وتعالى بالواجب كما يوصف بالخالق والرازق والمحي والمميت وما إلى ذلك وإنما يقصد بذلك الإخبار عن أن وجود الله سبحانه وتعالى لا يستند إلى خالق آخر وجود الله سبحانه وتعالى ضروري لا يمكن أن يخلو من الوجود بأن يتحول إلى عدم أو أنه لم يكن عدما بالأساس لأنه هو الأول والآخر وإن كان هذه الكلمة وهذا الإخبار لم يرد لا في آية ولا في رواية لكن لا يقصد به الوصف وإنما يقصد به الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعن حالة خاصة وإن كان الأفضل أن يتمسك الإنسان باللفظ الوارد عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهو اللافظ القديم هذا اللافظ وصف لأنه ورد في الروايات وإخبار أيضا يا قديم الأفضل التعبير عن هذه الحقيقة التي يراد التعبير عنها بواجب الوجود التعبير عنها بالقديم لأنها إصطلاح روائي والتمسك بإصطلاحات الأئمة عليهم الصلاة والسلام أو لا من التمسك بإصطلاحات غيرهم إذن وصف الله سبحانه وتعالى لا يجوز إلا بما وصف به نفسه وهنا الكليني رضوان الله تعالى عليه يعقد بابا في الكاف الشريف تحت عنوان باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى الحديث الأول أن أحد الرواة وكان يعيش في العراق وطبعا العراق في ذلك الوقت كان مركز العلماء وخاصة في الكوفة من مختلف التيارات ومن مختلف الاتجاهات الفكرية سواء من أهل المذهب الحق أو من المذاهب الباطلة والسبب في ذلك الموقع الجغرافي للعراق وبسبب تواجد تواجد مركز الحكومة العباسية هناك العاصمة وبسبب قضايا تاريخية واجتماعية مركز العلم كان في العراق ولذلك أئمة المذاهب الأربعة وسائر المذاهب كان مركزهم العراق وهناك كان خضم فكري شديد وفي كثير من الأحيان السلطات كانت تدعم طرف على حساب طرف آخر كما في مسألة خلق القرآن أو عدم خلق القرآن المأمون العباسي دعم الذين يقولون بخلق القرآن والمتوكل دعم الذين يقولون بقدم القرآن وقمع الذين يقولون بخلق القرآن وحدثت فتنة كبرى بين المسلمين جراء هذا الاختلاف الذي هو سياسي في الأساس وإن كان الحق هو أن القرآن مخلوق لله سبحانه وتعالى لأن الله خالق كل شيء والقرآن من الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى والتكلم صفة فعل كما أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق صفة فعل خلق زيدا وزيد مخلوق لله وليس صفة لله الخالق صفة الله أما المخلوق ليس صفة لله سبحانه وتعالى الكلام هي صفة لله سبحانه وتعالى من صفات الفعل أما المتكلم به هو مخلوق يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الأصوات وهذه الأصوات تقرأ أسماع مثلا موسى عليه الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وآله في المعراج وما إلى ذلك فإذن الله سبحانه وتعالى متكلم ولكن بهذا المعنى الذي ذكرناه متكلم صفة فعل بمعنى أنه خلق الكلام كما أن الله سبحانه وتعالى خالق صفة فعل بمعنى أنه خلق الأنام وخلق الأجسام على كل حال فكان هناك خضم فكري وعقدي شديد جدا والأيما عليهم الصلاة والسلام للاعتبارات متعددة كان مركزهم المدينة المنورة ولكن أصحاب الأئمة كانوا في العراق وفي الكوفة وفي أماكن أخرى يبثون علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام بين الناس فبالنسبة إلى بعض الأوصاف كان يحدث خلاف هناك آراء وأهواء فالأصحاب كانوا يسألون الأئمة عليهم الصلاة والسلام والأئمة كانوا يجيبونهم تارة كانوا يذهبون إلى الحج وفي طريقهم إلى الذهاب إلى الحج أو العودة عن الحج كانوا يذهبون إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ويلتقون بالأئمة وحتى في ظروف التقية كان ذهابهم وإيابهم إلى المدينة أمر طبيعي لأنه ذهب إلى الحج ثم ذهب إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله ولعله هذا من أسباب بقاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام في المدينة المنورة يكونون بعيدين عن الصراعات السياسية من جانب ومن جانب آخر أن جميع الشيعة من مختلف الأماكن يتمكنون من الالتقاء بهم حين الحج فبعض الأحيان الأصحاب كانوا يذهبون بأنفسهم ولكن بعض الأحيان كانت قضية مستعجلة كانوا يكتبون الأئمة عليهم الصلاة والسلام ويسألونهم عن هذه الأمور الخلافية أو الأمور التي استعصت عن عليهم ولا أئمة كانوا يجيبونهم عليهم الصلاة والسلام فمن جملتها الراوي لهذا الحديث الشريف عبد الرحيم ابن عتيك أو عتيك القصير وهذا كان من أصحاب هشام ابن الحكم وكان يبين العقيدة الصحيحة وتخصصه في هذا المجال كما يبدو من الأحاديث التي رواها كان هناك قوم يصفون الله سبحانه وتعالى بالصورة يقولون أن الله له صورة كصورة البشر وقد ذكرنا فيما مضى أنهم رووا رواية لكن بتروها أن الله خلق آدم على صورته فقالوا أن الله سبحانه وتعالى شكله بهذا الشكل الذي نحن البشر عليه فلأنه كان يحب هذه الصورة مثلا خلق أعز مخلوقاته على صورته نفسه فهناك قوم يعتقدون بالصورة وقوم كانوا يصفون الله سبحانه وتعالى بالتخطيط التخطيط يعني الحدود كانوا يقولون أن الله سبحانه وتعالى له حد وطبعا الحد كالخط لذلك في التعبير الدارج الإصطلاحي كانوا يعبر عن الحدود بالتخطيط بالتخطيط هكذا يعني انظر أنا لي حدود وجودي مستمر جسمي مستمر ثم ينتهي هذا الجسم بحد وكل شيء نراه له حدود حتى المخلوقات العظيمة المجرات العظيمة التي تحتوي على مليارات النجوم هذه المجرات لها حدود تنتهي عند حد فهؤلاء كانوا يزعمون التخطيط أن الله سبحانه وتعالى محدود بحدود وجوده ينتهي عند هذه الحدود وبناء على ذلك كانوا يقولون بأن الله يجلس جلوسا حقيقيا على العرش كما إني جالس الآن على الكرسي هم كانوا يزعمون أن الله سبحانه وتعالى يجلس على العرش وهناك يفضل بمقدار أربعة أصابع من أصابعه جعلها للرسول صلى الله عليه وآله ليجلسه بجواره مثلا هكذا يزعمون فقوم يصفون الله بالصورة وقوم يصفون الله بالتخطيط فعبد الرحيم ابن عتيك أو عتيك يسأل الإمام الصادق بالرأي الحق لأنه مسألة خلافية وما هو الصحيح من ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يبين له ثلاثة أمور الأمر الأول إبطال الصورة والتخطيط ويستدل لذلك بالدليل النقلي من القرآن الكريم ثم بعد ذلك يبين القول الصحيح في الصفات ما هو الحق في بيان الصفات ثم بعد ذلك يبين المرجع أنت عندما تناقش أهل الأهواء والمبطلين عندما تناقشهم تذكر الحق لا يكفي لأنه يطلبك بالدليل يطالبك بالدليل أنت تذكر الدليل المتفق عليه وهو القرآن الكريم لا يمكنك أن تذكر له كلام الإمام المعصوم لأنه بالأساس لا يعترف بالإمام عليه الصلاة والسلام فإذا قلت له قال الصادق يقول هذا رجل من ذرية أهل البيت لا أعتقد بكلامه فلذلك أنت عندما تحاجه حاج بما لا يمكنه أن ينكره وهو القرآن الكريم رغم أن الرسول صلى الله عليه وآله خلف في الأمة الثقلين الكتاب وعطرة أهل بيتي وفي حديث ثقلين وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض ولكن التحريفات المعنوية والتشكيكات سببت أنه لا يرتضون بكلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فحينئذ أنت تأتي وتستدل لهم بالقرآن الكريم فالإمام عليه الصلاة والسلام أولا أبطل الصورة والتخطيط فقال فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون لله بخلقه المفترون على الله سبحانه وتعالى هذا المطلب الأول أن كلامهم باطل لماذا؟ لأن تشبيه حينما تقول أن الله له صورة كصورة آدم وتبتر وتبتر الحديث المروي عن الرسول بالبتر يصير انحراف في المعنى وتحريف في المعنى وقد ذكرنا في إحدى الجلسات الماضية إن هذه الرواية رجل كان يسب رجلا وقال له لعنك الله ولعن من على صورتك فالرسول نهاه وقال إن الله خلق آدم على صورته يعني صورة هذا المسبوب وليس على صورته يعني على صورة الله سبحانه وتعالى ولكن بتروا الحديث فكأن الضمير رجع إلى الله سبحانه وتعالى فالإمام يقول تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون لله بخلقه هذا دليل نقلي ليس كمثله شيء المفترون على الله وافتراؤهم من جهتين الجهة الأولى نسبة الباطل إلى الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني يدعون أن هذا الباطل في القرآن الكريم وهذا افتراء ثاني يعني مرة واحد يفتري على الله شيئا وهو ليس في الله سبحانه وتعالى ومرة أخرى يقول إن ما أقوله موجود في القرآن الكريم هذا افتراء ثاني الله سبحانه وتعالى يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون هذه الأوصاف لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون يقول سيجزيهم وصفهم لأن هذا انحراف العقيدة والله سبحانه وتعالى سيجزيهم بالنار سيجزيهم وصفهم وافتراؤهم من جهتين ورد في آية أخرى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته من جهتين افتراء على الله سبحانه وتعالى ونسبة هذا الافتراء إلى الله سبحانه وتعالى فهذا المطلب الأول في جواب الإمام أن التخطيط والصورة تخالف القرآن الذي يقول ليس كمثله شيء ثم بعد ذلك الإمام يبين الحق والصحيح في الصفات فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله جل وعز لأن الكلام حول الصفات وإلا كل شيء حول الله سبحانه وتعالى الحق هو ما نزل به القرآن القرآن أثبت لله صفات ونفى التشبيه عن الله سبحانه وتعالى هنا الإمام يبطل مذهبين من مذاهب بعض منتحلية الإسلام المعتزلة نفوا جميع الصفات عن الله لماذا؟ لأنهم توهموا أن وصف الله سبحانه وتعالى بتلك الصفات يستلزم التركيب والله غير مركب فتنزيها لله عن التركيب افتروا على الله سبحانه وتعالى بنفي جميع الصفات عنه سواء صفات الذات أو صفات الفعل أن تمر تنفي الصفات الزائدة عن الله سبحانه وتعالى هذا من كمال التوحيد وكمال التوحيد نفي الصفات نفي الصفات عنه نفي الصفات الزائدة ولكن أن تنفي الصفات بشكل مطلق فهذا إبطال لله سبحانه وتعالى يعني إذا الله ليس بحي ليس بعالم ليس بقادر يعني ليس بموجود عندما تقول ليس بحي يعني مو موجود فنفي الصفة هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى يساوق إنكار وجوده هذا يصير التعطيل الإبطال وأما قسم آخر وهم الأشاعرة قالوا بصفات زائدة على ذاته وهذه الصفات الزائدة على ذاته تستلزم التركيب يعني في الأزل كان هناك أشياء متعددة أحدها الله والآخر علمه والآخر حياته والآخر مثلا قدرته وهكذا وهذه تركبت فصارت الله سبحانه وتعالى وهذا يستلزم التركيب ويستلزم فقدان الله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته لهذه الصفات لذا احتاج إليها وهذه كلها أمور باطلة وسنتطرق إليها في المستقبل لإبطالها وقد مر في الماضي أيضا الإشارة إليها فإذن البعض يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى فينفي عنه صفة الحياة صفة العلم صفة القدرة وهذا من التعطيل وقسم آخر يشبهه بخلقه يقول إنه مركب إن علمه كعلمنا مثلا وما إلى ذلك إن قدرته كقدرتنا وهذا يستلزم التشبيه وإلا فعلم الله يختلف عن علمنا قدرة الله تختلف عن قدرتنا ليس اختلافا سوريا بل اختلافا حقيقيا تلك قدرة الله وهذه قدرتنا كما نحن نختلف عن الله سبحانه وتعالى وجود الله يختلف عن وجودنا حقيقة وجوده ليست كحقيقة وجودنا وإلا كان تشبيه هناك فإذن الله سبحانه وتعالى موجود وله صفات هذه الصفات الذاتية عين ذاته فلا تركيب ولا احتياج وصفات الفعل ترتبط ب ما يفعله بمخلوقاته فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فانفع عن الله تعالى البطلان والتشبيه لا تعطيل ولا تشبيه فلا نفي ولا تشبيه لأنه إذا قلت أن الله ليس له صفات من جملة تلك الصفات الحياة معنى ذلك أنه غير موجود لذلك الإمام يقول هو الله الثابت الموجود الثابت الموجود يعني حقيقة لها وجود ونفي الصفات معنى أنها ليست بموجودة كذلك التشبيه القرآن ينفيه ليس كمثله شيء تعالى الله عما يصفه يصفه الواصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون هذا المطلب الثاني في جواب الإمام على رسالة عبد الرحيم ابن عتيك أو عتيك المطلب الثالث في هذه الرسالة ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان أنتم تكون دائرتكم ضمن نطاق القرآن الكريم في صفات الله سبحانه وتعالى ما قاله القرآن فهو الحق قد يحتاج القرآن إلى البيان قد بيّنه الرسول صلى الله عليه وآله ومن بعدها لأئمة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولذلك القرآن الكريم نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ستة آلاف ونيف آية وما يقارب اثني عشر ألف آية هي تفسير للقرآن يعني نزلت على رسول الله لكن ليس النزولها لتكون في المصحف وإنما نزلت على رسول الله لتعليمه معاني وتفسير هذه الآيات الشريفة فالرسول صلى الله عليه وآله والأئمة لم يبينوا شيئا يختلف عن القرآن الكريم وإنما كل ما بيّنوه إنما هو بيان وتفسير للقرآن الكريم فالإمام في المطلب الثالث يقول ولا تعدوا القرآن يعني لا تتجاوزوا القرآن احصروا عقيدتكم فيما بيّنه القرآن الكريم وإذا كانت هناك آيات متشابهة فارجعوا إلى الرسول وإلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام ليبينوا لكم معنى هذه الآيات فتضلوا بعد البيان لأنه مرة الإنسان قد يكون ظالا بدون أن يكون هناك بيان من الله سبحانه وتعالى هذا لا يعذبه الله سبحانه وتعالى كما قال وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا إذا واحد ظال في فترة من الرسل ما كان يمكنه الوصول إلى الرسل ولم تصله الرسل ومات ظالا هذا ليس من العادل تعذيبه وإنما حسب الروايات في يوم القيامة يمتحن مرة أخرى فإن نجح في الامتحان كان من الفائزين وإلا كان من أصحاب الجحيم وكذلك الأطفال أطفال الكفار أما أطفال المسلمين الذين ماتوا وهم أطفال فالله بفضله يدخلهم الجنة لكن أطفال الكفار ومجانين الكفار إدخالهم النار هذا ظلم والله ليس بظلام للعبيد وإنما حسب الروايات الله سبحانه وتعالى يختبرهم في يوم القيامة بتفصيل مذكور في الروايات فمن نجح في الامتحان فاز وإلا خسر لكن إذا كان هناك بيان وظل الإنسان فهذا يعذب لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وقد بعث الله سبحانه وتعالى الرسول والقرآن موجود بأيديكم فإذا تركتم القرآن وتمسكتم بأهوائكم فقد ضللتم واستحققتم العذابة والعقاب فإذا تحصل أن الإمام عليه الصلاة والسلام أولا نفع التخطيط والصورة بالاستدلال بالآية الشريفة وليس كمثله شيء ثم بعد ذلك بين الصحيح من الصفات أنه لا نفي إبطال للصفات ولا تشبيه ثم بعد ذلك بين الميزان وهو القرآن بتفسير الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر